اجمل هدية جات لي في حياتي كلها ويمكن اكتر حاجة الحمد لله ان انا يعني حبيت ان انا اوصلها الفترة دي والحمد لله ان حلم اتحقق الدرع الفضي انا هقول لكم ازاي وصل لي وايه هي كانت تجربتي معي اول حاجة كده انا وصلت المية الف مشترك ده بفضل ربنا طبعا وبعد كده اكتهادي وبعد كده انتم ودعمكم لي ووقفكم جنبي بكومنتاتكم الايجابية وتشجيعكم لي اه طبعا اه في الاول الاخر الحمد والشكر لله اه يمكن انا مش عارف اتكلم من كتر الفرحة ويمكن الفترة اللي فاتت برضو ما عرفتش يصور او من كتر الفرحة اه ولكن الحمد الله يعني ان انا جات لي الهدية ديت اه زي ما قلت لكم الحياة مش مدياته بس فالدرع الفضي ده يعني حاجة كده تحسه بكشعريرة كده من كتر الفرحة فالحمد لله اه اول حاجة طبعا انا لما وصلت المية الف مشترك كانت اتوسقت رسميا وطبعا جات لي هدية الدرع الفضي بمناسبة المية الف مشترك عادي جدا هما يعني بيوصلك لحد باب البيت بدون اي رسوم ولكن احساسي بقى وانا واقفة بس تلمو ده ما يتوسفش اه فانا هفتح معكم الكرتونة ونشوف الدرع مع بعض صيح متبرشمة خلاص كده انا فتحتها هنبدأ بقى نشيل ده زي حافزة كده ودي اول وصيقة دي بقى بتبقى يعني مختومة من رئيس اليوتيوب نفسه اه نيل مهان طبعا زي ما انتو شايفين كده اه بيقولولي يعني انت فاكرة اول مرة او اول مشترك جالك كان احساسك ايه والمشترك رقم مية والمشترك رقم الف واما الوصيقة دي طبعا بيهنقوني بيهنقوني طبعا ان ده ينجاز وبيعترفوا دي رسميا فالحمد الله اكيد انا فاكرة اول يوم واول مشترك وفاكرة كل حاجة ويمكن من كتر الفرحة يعني انا يعني في حاجات كده ممكن تعيط من كتر الفرحة فالحمد الله انا كان نفسي او ان انا يعني مش بس استلم الدرع الفضي انا كان نفسي بس ان انا حلمي يتحقق والحمد الله انه هتحقق بيكم ده بيبقى شكل الدرع من جوه مكتوب علي مبه مامة سولة استراق فاتح اسكتشن اه ميتة الف مشترك طبعا الدرع رقم انتين طبعا بيبقى الدرع ازدهب يما بجيب مليون مشترك واكيد ما فيش اي حاجة بيدعى ربنا اه بدعمكم ليه وكومنتاتكم الايجابية والحمد الله فده شكل الدرع ونصيحتي لاي حد او اي منشئ محتوى اجتهد وعافر من اجل الوصول اللحظة دي لانه احساس حلو جدا جدا ويمكن ده اجمل احساس انا حسيته من يوم عملت القناة بتاعتي اه فرحة كبيرة طبعا ان ميتة الف مشترك يقرروا ان هما يضغطوا اشتراك في قناتي ويدغطوا لايك ويدغطوا ان هما يشوفوا فيديوهاتي باستمرار فشكرا لكم جدا والحمد لله شكر لله واتمنى لجميع منشئ المحتوى ان هما يمروا باللحظات ديت ما فيش حاجة اكيد اسمها مستحيل انت تقدر توصل للدرع الفضي وتقدر توصل للدرع الزهبي والدرع الماسي كمان بالاجتهاد وان انت تبقى واصلك في نفسك كده قدراتك وتشتغل اكتر على نفسك وربنا يكرمكم جميعا فانا بقولك اكتهدم وعفروا من اجل الوصول للحظة ديت وربنا يكرم الجميع طبعا كان لازم اطلع عامل فيديو ده علشان اشكر كل المتابعين بحبكم جدا في الله وشكرا جزيلا لكل متابع متابع انا قلتها قبل كده وهقولها تاني انا لو طول اسلم على كل متابع متابع اعملها اكيد واشكركم اه شكرا جدا لكم والحمد لله الحمد لله ان حلمي بدأ يتحقق وزي ما قلت لكم انا بتمنى ان انا اوصل واكتر واكتر اشوفكم على خير بازن الله اشتركوا في القناة